السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميدي في سنة الأولى متوسطة لحتى أولياء تلاميين لم يشاهدوا فينا كالعادة ماكم أستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي نحلوا هذا النموذج التالت لفرض الفيزياء للفصل الثاني يلا بعد ما خرجنا من الكهرباء تخلنا المادة وتحولاتها أبنائي شفتوا بلي دارت لكم ملخص لازم عليكم تشوفوه نكتبه فقط ملخص الأستاذ يسمين الفصل الثاني يخرجنا ونحلوا قلنا قد ما قدرنا تلاحظوا بلي دوما اسئلة تتكرر إذن نبدأ هذا عبارة عن فرض في وضعية شاملة لجميع الدروس يلقى لاشترت أم هيثم ثلاجة كهربائية طولها ال 60 سنتيمتر وعرضها ال 50 وارتفعها 1030 سنتيمتر من أجل حفظ الأقضية مع تبين سخشاتها باش تحط فيها الماكلة وضعت الأم الحليب والبطاطا والزبدة والطماطم والعصير في الجزء السفلي مع تلتحتها من الثلاجة والماء في الجزء العلوي من الثلاجة معتها في الكنجلاتور وش حطت حطت الماء يتكنجل وحسب حجم الثلاجة إذن يلا أبنئي حجم الثلاجة عند هالشكل ممتظم وشوفوا اعطوني ال ال واش قلت لكم كي يعطوكم هال 3 وش لازم نديرو احنشوفوا صنف الأغذية المذكورة حسب حالتها الفيزيائية صلبة سائلة مغازية معتها أنا عندي شوفوا حليب البطاطا والزبدة والطماطم والعصير والماء هادو كل وحدة حنقول فيها يا صلبة صلبة أنا قدر نمسها بيدي سائلة معتها جاية ليكيد وغازية معتها جاية كيم البخار يلا بعد ساعة تحول الماء في الثلاجة إلى جليد معتها هاتك اللي حطتو في الكنجلاتور كان سائل ولا جليد معتها ولا صلب ما اسمها التحول وما سبب حدوتي كين تلامت لي لحقوا لهذا السؤال كيني ما نحقولوش معلش احنا احنا نديروه ونفسروه ماملو كان يطيح لكم شهد هيتم أمه وهي تحضر وجبة الغداء حيث قامت بسلق البطاطا معتها غلتها في قدر به ماء يلا فلحد أنها غاصت في الماء ورصت في قاع القدر معنى هذه البطاطا راح تحتل تحتها في قاع القدر بغية تفسيري ذلك قام هيتم بوزن حبة البطاطا مثل ما تبين الوثيقة التانية معنى توزنها وحساب حجمها بالطريقة المبينة في الوثيقة الثالثة وهنا تجبط الحجم التاح يلا السؤال الألف يقول لي أحسب حجم حبة البطاطا يلا أبناء الحجم قلنا نجبدهم الوثيقة هو قال لي شوفوا الحجم بالطريقة بتاع الوثيقة هذي كيفاش نحسبه ما فهم هذي وسمها طريقة ما اسم طريقة يعني ما نسميها لكم لازمتوا ما تسكتاشفوها ما اسم طريقة المسعملة لحساب الحجم با ما اسم الجهاز ألف ولا آ هذا الجهاز وش نسموه سهل جدا تا أحسب الكتلة الحجمية لحبة البطاطا قلت لكم كلمة كتلة حجمية مع أنتها عندي الكتلة والحجم مع أنتها حنقسم الكتلة على الحجم يلا فسر سبب غرق البطاطا علش غرقة البطاطا قلت لكم شوفوا غرق أو غوص ولا يقول لي طافت ولا غاصت في قاع القدر ولا لا لازم نفسرها بالكثافة ومع أنتها رح نحسبه ولا نستنتجو الكثافة يلا أكمل فرق قال لي شوفوا اللي هنا مادة صلبة تحولت إلى هذي أبنائي مع أنتها سائلة ولا غازية مع أنتها كيفاش أن تحول من المادة الصلبة إلى السائلة أو الغازية مع أنتها كيفاش نتحولها من اللهنة ومن اللهنة كيف كيف تلميذ اللي يلحقوا لها كيف اللي ما زل ما لحقوش لها إذن يلا أبنائي نبدأوا التصحيح تعنا معهم إذن يلا أبنائي نبدأوا بأسؤال أول يقال لي أحسب حجم الثلاجة إذن أنتم مع أنتكم قال مرصة صلسية طبعا الحل محشي يكون في ورقة كما هذه أنا فقط باش نفهمكم راح تحلوا في ورقة الإجابة إذن ماذا بكم أبنائي خلطوا في الورقة تاعكم تعال لي يعطوها لكم مع أنتها تعال موضوع نحوط على الآل نحوط على مع أنتها نحوط على الطولة على العرض على الارتفاع باش هكذا نعرف باش نحسب إذن يلا وش قلت لكم كي يعطوني في ثلاثة نضربهم في ثلاثة مع أنتها لازم قبل علي نكتب القانون في الفيزيك في تسوي آل في آل في آل في آش ومن بعد نحوط آل كبيرة ستين آل صغيرة خمسين الآش هي مية وثلاثين والآلة حسبها طبعا مسموحة ستين في خمسين في مية وثلاثين أي تعطيني تلتمية وتسعين ألف وحاذا اللي يشوفوا السنتيمتر في السنتيمتر في السنتيمتر يعطيني السنتيمتر والثلاثة مفهوم نكتب ثلاثة صغيرة فوقها يلا قال لي اللي بعد وصلني في الأغذية حسب حالتها الفيزيائية من صلبة إلى سائلة إلى غازية يلا هي من الأحسن أن نديروا جدول لكن احنا مدام رانا نفهم الله هنا يلا نديروا جدول في الصلب السائل والغازي إذن بالنسبة إلى الحليب حاجة سائلة إذن فهو سائل البطاطا نقدر نحكمها باليد التاعي فهي صلبة الزبدة نفس الشي أبنائي تعتبر صلبة لأنها ما قال ليش الزبدة دايبة ولا إذن نكتبها صلبة نقدر نمسكها باليد الطمط من نفس الشي صلبة العصير والماء سائل يقول لي أستاذة الغازي لا توجد إذن نخلو الخانة الغازي فارغة يلا بعد ساعات تحول الماء في الثلاجة إلى جليد قال لي ما اسمها التحول نعيطلو تحول فيزيائي أبنائي مليحة أننا نعرفوها التحول فيزيائي مع أنتها الحالة التاعية ما تتغيرش كان عندي ما يقعد ما مع أنتها شوفوا الطبيعة التاعو سائلة نفسها لو كنت تجمد مع أنتها مام هذك الجليد لو كان بعد مدة نتجبدو ونعاود نرجعو بعد مدة يصبح ماء مجددا مع أنتها حاجة ما خرجت لي جديدة على عكس التحول الكيميائي اللي احتقراره إن شاء الله العام جاي مع أنتها إذا تغيرت الطبيعة التاعو مثلا نقولكم أبنائي كان عندي ورقة حرقتها مع أنتها تحولت إلى رماد مع أنتها تحولت إلى حاجة جديدة هذا نسموه كيميائي حاجة ما تحولت لي ما خرجت لي حاجة جديدة كان ما ورجع غلاس لا غلاس مع أنتها ما إذن فهو تحول فيزيائي ما سبب حدوثه إن خفض درجة الحرارة بعدها خفض درجة الحرارة بالنسبة إلى المجمد يلا يعني إذا ما قلتهاش ما تحلكمش طبعا قال لي شاهدة هيتم أمهو تحضروا وجبة الغداء قامت بسلق بطاطا قلنا معتها غلاتها يلا لاحظا أنها غاصت في القدر أحسب حجم حبات البطاطا شوفوا المساعدة اللي أعطوها لكم قال لي حساب حجمها بالطريقة المبينة في اثنين واش قلت لكم كي يعطوني هاد الطريقة المبينة في اثنين وسميها بطريقة الغمر واشنو هي طريقة الغمر معتها رميت حاجة في ماء مفهوم هادي هي إذن كيفاش نحسبها طبعا نقرأ التدريجة الكبيرة النقص لها التدريجة الصغيرة لكن حذاري شوفوا التدريجة الكبيرة رهي بين باللي 80 لكن هناكين كثير من تناميد يغلطوا يرحوا يديروا 45 42 فاصل لا شوفوا أبنائنا ينطلع بالتنين إذن هادي 10 هادي 20 30 40 إذن هادي 50 التدريجة هادي 50 أقرأوا التدريجة بعقلكم لأنوا شوفوا لو كانوا غلطوا مثلا غير فهذه رح يرحوا كل شي الباقي مع أن تلكلت الحجميتها رح تخرج لي خاطئة إذن حذاري نقرأ التدريجة نشوف بشو يطلع ونعطيله إذن حجم حجم حبة البطاطا ندير V2-V1 طبعا الكبير ناقص صغير 8-50 تعطيني 30 ما إسم الجهاز هذا نسميه ميزان رقمي أو ميزان إلكتروني ما تحطوش كلمة ميزان وتخلوها وتخلو الأستاذ يكمل لا قلنا رقمي ولا إلكتروني كما اللي عندنا عادي هاكذا أما روبير فال ميزان روبير فال هو هادي كتاع بكري اللي يحطو فيه الكوتل يلا وحسب الكتلة الحجمية كيف كيف لازم قبل نكتب القانون تعال الكتلة الحجمية قتلكم روت شبه للبي تساوي M على V واسمها كتلة حجمية معدها الكتلة قسمة الحجم يلا أنا عندي الكتلة مني نجي بدها طبعا من الميزان ميتين قرام على الحجم التاعي هو ثلاثين الألة حسبها مسموحات تعطيني 6.66 سهلة تلاحظوا باللي السوجي تقدروا تدعو عليه عشرين على عشرين بإذن الله فسر سبب غرق حبتي الباطاطا على شغل قد شوفوا قلنا غرق نحسب الكثافة اللي قلنا ما عندهاش وحدة إذن الكثافة القانون تحي يقول رو الجسم أنا وش من الجسم أنا نقرأ عليه هي البطاطا إذن نكتب رو البطاطا اللي هي الكتلة الحجمية على البطاطا على رو الماء معنة الكتلة الحجمية تعلمها والكتلة الحجمية تعلمها بلا ما يعطوها لي أنا نعرفها باللي هي تساوي واحد إذن أي شي نقسمه على واحد يقعد نفسه إذن أنا عندي الكثافة 6.66 اللي هي أكبر من واحد إذن تغوص البطاطا قلنا إذا صبت كثافة صغيرة على الواحد فإن هذا الشي أولا الجسم التاعي يطفو معنة هي فلوضي في الماء أما إذا صبتها أكبر من واحد فإنها تغوص مفهوم إذن سهلة جدا نفس الشي أبنائي قلنا هذا إذا حفظناه ولحقنا له فإنه طبعا يطيح إذا لا لا طبعا مليح أنه نعرفه فقط إذن تلاحظوا باللي كي تكون هكذا يديروا لي أسهم هذه نسميها مادة غازية يلا تلاحظوا باللي أنا غلط أنتم ما مديروش هكذا أنا برك بشمن بحيش هادي وهادي إذن للتحول من المادة الصلبة إلى الغازية أسميه تسامي ومن الغازية إلى الصلبة أسميه تكاففا جاف إذن عندنا ثلاثة عندها صلبة سائلة غازية عدة تحولات هم أعطوا لكم غير هذا السوء إذن أبنائي بناتي هذا كان بالنسبة لقلنا النموذج الثاني أو الثالث لفرض الفيزيك السنة الأولى ومتوسط للفصل الثاني كالعادة اللي عنده أي سؤال لا يسف ساري خليوليه في التعليقات نجاوب عليه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله